إقرأ الحوار لدينا الحوار الأول جمي du sucre dans le lit ce lit est buvable إذن هنا وضعت السكر في الحليب ce lit est buvable يعني هذا الحليب صالح للشرب أو ممكن شربه إذن ce lit est buvable الحوار الثاني جنبا مي du sucre dans le lit لم أضع السكر في الحليب ce lit est imbuvable هذا الحليب غير صالح للشرب إذن كمان نلاحظ هنا الجملة الأولى التي قالت هذه الفتات جمي du sucre dans le lit والجملة الثانية جنبا مي du sucre dans le lit وطبع الجملة الأولى c'est une phrase affirmative الجملة الثانية c'est une phrase negative بالطبع affirmative negative هذا ما سوف نتعرف عليه في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتعرف على la negation باستعمال الصيغة بوابل صالح للشرب imbuvable غير صالح للشرب إذن عبارة عن صفتين متناقضتين أو متضادتين أو متعاكستين إذن بوابل بوابل دي 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 عبك أس ومال دي دي عبك أس مال بالطبع كما قلنا بريفكس بريفكس بالطبع المفرد بريفكس بادئة لماذا قلنا بادئة لأنها توضع في بداية الكلمة لنتحصل على ضدها أو أكسها بالطبع نستعملها لإيجاد أو ضد إذن كما قلنا في الفصل الثاني تطلقنا إلى بريفكس 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 تضع في بداية الكلمة نستعملها لإيجاد ضد أو أكس الكلمة هنا كما نلاحظ في الصفتين بيوابل لم تتغير ماذا أضفنا أضفنا فأصبحت وبالتالي تحصلنا على بإضافة في أول الصفة إذن ايضا عبارة عن بريفكس أو بالئة نستعملها لإيجاد أو إيجاد ضد أو أكس كلمة اليوم إن شاء الله سوف نتطلق إذن إلى لبريفكس لبريفكس اي ام و اي ان ا بالطبع نفس النطق ا ولكن الأولى تكتب ب اي ام والتانية ب اي ان إذن كما قلنا عبارة عن بريفكس توضع في أول الكلمة بالطبع النفس الملاحظة الكلمة لا تتغير كما نلاحظ بيوابل بيوابل إذن الصفة بيوابل نفسها بقيت بيوابل لم تتغير لم نضف ولم نغير أي حرف فيها ولكن ماذا أضفنا أضفنا البادئة اي ام أو اا إذن أضفنا اي ام كما نلاحظ بالضائرة الحمراء لماذا؟ لكي نتحصل على أو العكس أو الضد بالطبع بيوابل عكسها أو ضدها ام بيوابل صالح للشرب غير صالح للشرب غمارك ملاحظة لدينا هنا الصفات منجابل إمنجابل بوسيبل أم بوسيبل بيوابل أم بيوابل طبع هنا أضفنا البادئة اي ام ا في جميع هذه الصفات بالنسبة للملاحظة الثانية هذه الصفات بماذا تبدأ لدينا منجابل بماذا يبدأ بالحرف ام كما نلاحظ هنا ام بوسيبل تبدأ بالحرف بي وبيوابل تبدأ بي بالحرف بي إذن هذه الصفات تبدأ ب ام بي بي كما نلاحظ هنا بلون آخر ام بي بي منجابل بوسيبل بيوابل إذن القاعدة جميع الصفات التي تبدأ بم بي بي نستعمل معها لبخي فيكس ا ا ا ا ا ا كما نلاحظ ا ا ا ا ا ا ا ا مع جميع الصفات التي تبدأ بي الحرف ا 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 نستعمل البادئة ا ا ا ا ا ا كما نلاحظ في هذه الصفات الثلاثة كما نلاحظ في هذه الصفات الثلاثة ا ا ا ا ا ا ا ا ا انظر الى الرسم ثم ا 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 دينا بالطبع الرسم الأول الجملة الأولى يعني عبا ياسين الدلوة بالماء أو ملأ الدلوة بالماء يعني الدلو مفيد أو نافع الجملة الثانية والرسمة كما نلاحظ هنا الدلو مكسور إلي تنيتيل يعني غير مفيد أو غير نافع كما نلاحظ الصفتين في آخر الجملتين بطبع بطبع إذن نفس الملاحظة إذن أضفنا البادئة أو فتحصلنا على عكس أو ضد كلمة أو صفة إذن أضفنا البادئة آ إي آن كما نلاحظ هنا في الصورة في الحوار قلنا بأن البادئة إي آم كما نلاحظ البادئة إي آم تستعمل مع الحروف آم بي بي آم بي بي وبطبع هنا البادئة إي آن كما نلاحظ هنا استعملت مع كلمة أو صفات تبدأ ببويال او ولكن بالطبع كقاعدة عامة إي آم تستعمل مع الكلمات أو الصفات التي تبدأ ب آم بي بي وإي آن تستعمل مع بقية الحروف أو لزوت خلاتر إذن هذه عبارة عن قاعدة عامة وعيد الكلمات أو الصفات التي تبدأ بآم بي بي نستعمل معها البادئة إي آم لإيجاد بالطبع كونت خاغ أو ضد وعكس تلك الكلمة ومع بقية الحروف بما فيها بالطبع لفويال أو الحروف المتحركة نستعمل البادئة إي آن لإيجاد بالطبع ضد أو عكس تلك الكلمات إذن هذه عبارة عن قاعدة عامة نستعملها لإيجاد عكس صفة أو كلمة باستعمال بالطبع البادئتين إي آم إي آن إذن مع هذا التمرين 2 أفكتا تون كامراد إكري دان تون كاي لإيجاد بالطبع لإيجاد بالطبع إذن لدينا هذه الكلمات أكسبتابل أحفي أطندي 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 إذن أقوم بإيجاد عكسها أو ضدها بطبع بيستعمل ماذا بيستعمل اللي بخيفيكس إي آن و إي آم نطبق القاعدة العامة فقط إذن أكسبتابل تبدأ بأ نستعمل معها إي آن دونك إيناكسبتابل بطبع أكسبتابل مقبول إيناكسبتابل غير مقبول أشوي بماذا تبدأ تبدأ بأ إذن نفس الشيء نستعمل معها البادئة إي آن إن أشوي أشوي يعني منتهي إن أشوي يعني غير منتهي غير منتظر بخاتي كابل هل نستعمل إي آن بالطبع إلا نستعمل ماذا إي آم يعني هذه الصفة تبدأ بالحرف بي كما نلاحظ بخاتي كابل إذن تبدأ بي نستعمل معها إي آم دونك إن بخاتي كابل بخاتي كابل بالطبع بخاتي كابل يعني يمكن استخدامه إن بخاتي كابل لا يمكن استخدامه بخاتي كابل ماذا نستعمل معها نستعمل أيضا إي آم لأنها تبدأ بي بي نفس الشيء إذا نستعمل إي آم أم باردونابل دونك باردونابل أم باردونابل بطبع باردونابل يعني يمكنه الصفح عنه أو يمكنه تجاوزه يمكنه الصفح أو تجاوزه عنه إذن كما نلاحظ هنا وكما قلنا مع الكلمات أو الصفات التي تبدأ بي بي نستعمل إي آم كما نلاحظ في الصفتان الآخرتين استعملنا البادئة ومع بقية الحروف كما هنا كلمات التي تبدأ بA استعملنا البادئة إذن ما علينا سوى اتباع القاعدة العامة مع يجب حفظها بطبع نستعملها مع الكلمات أو الصفات التي تبدأ بM وبقية الحروف بما فيها نستعمل إذن مع هدين التمرينين من كتاب الأنشطة التمرين الأول يعني أقوم بربط الاسم بضده أو أكسه لدينا الكلمات أو الأسماء praticable accessible بuvable بuvable admissible منجable بالطبع بطبع التمرين واضحة أقوم بربط كما قلت الكلمة بضدها أو أكسها التمرين الثاني جو كمبلت بالمو يعني أقوم بتكملة الجملة بالكلمة المناسبة لدينا الجملة الأولى أمين بإختيار الكلمة من هدين الكلمتين acceptable بالطبع كما نلاحظ كلمتين متأكستين أو متضدتين الجملة الثانية إلى ديس سور ديس إلي عن سنك يماني بالطبع هنا أقوم بإختيار admissible أو inadmissible بون كوراج إذن ما أحل التمرين الأول كما قلنا أقوم بربط كل كلمة بضدها أو عكسها لدينا الكلمة الأولى أو الاسم الأول praticable بالطبع قمنا به في التمرين السابق praticable le contraire si impraticable إذن أقوم بربطه impraticable accessible 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 le contraire si inaccessible inaccessible buvable بالطبع le contraire si imbuvable admissible le contraire si inadmissible manjable le contraire si immanjable إذن كما قلنا هنا جميع الكلمات أو جميع الكلمات أو الأسماء التي تبدأ ب p كما نلاحظ هنا p أو b أو m يكون ضدها أو عكسها يبدأ بالطبع ب em أو نستعمل البادئة em كما نلاحظ إذن نطبق القاعدة العامة فقط إذن جميع الكلمات التي تبدأ ب p b m نستعمل معها البادئة em بقية الحروف نستعمل معها البادئة en كما نلاحظ هنا accessible بالبدأة ب a admissive بالبدأة ب a استعملنا البادئة en en كما نلاحظ أيضا باللون الأخضر إذن en 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 استعملناها بالطبع مع بقية الحروف a a هنا أيضا عفوا إذن في مثل هذه التمارين نطبق القاعدة العامة فقط كما قلنا مع الحروف ب b m نستعمل le prefix em ومع بقية الحروف نستعمل le prefix em بالنسبة لي التمارين الثاني إذن لدينا الجملة الأولى a min a e a acceptable يعني مسموح أو مقبول inacceptible غير مسموح أو غير مقبول بالطبع هنا a min a e a e e e e e e e e يعني فشلا في الإختبار أو الإمتحان donc si inacceptible إذن غير مسموح أو غير مقبول donc si inacceptible si inacceptible بالنسبة لي الجملة الثانية إلى 10 sur 10 إلي en 5 يماني donc admissible e inadmissible بطبع admissible و inadmissible لهم تقريبا نفس المعنى مع acceptable inacceptable يعني admissible مسموح أو مقبول donc إلي admissible يعني بطبع أخدا علامة 10 على 10 donc إلي admissible en 5ème année donc admissible إلي 2 sur 10 إلي admissible en 5ème année